السلام عليكم. سعد الله يومكم كل اوقاتكم يا رب. اليوم بإذن الله سأي معكم بروشتة التمر. هنا على طلب متابعتي. الله يساعدهم عزوز. هنا عندي حطيت حبتين بيض. جدا سهلة يا بنات. جدا جدا يعني سريعة في نفس اللحظة تعجينيها تخبزيها ما تاخذ وقت. حطيت زي ما شفته حبتين بيض. حطيت فانيليا سخدمت هنا هنا السائلة. حطيت نصف كاسة سكر. آآ قياسي بهذه الكاسة. نفس الكوب المعياري 200 ملي. انا حب استخدم هذه الكاسات حق ايكيا اللي هي الكاسات البلاستيك. احب استخدمها في المعيار لان معيارة مضبوط فما اعتمدته دايما. وحطيت زي ما شفته كاسة سمن. آآ بالنسبة للدهن لح تستخدميه. ياما تستخدمي كل سمن او كل زبدة او تخلطي بين سمن وزبدة. آآ سمن وزيت. زبدة وزيت. بس ما تستخدمي زيت لوحده. آآ لانه ينشف العجينة. بخراس. اتفقنا اذا في الدهن. آآ نفس الكلام اللي قلته تخلطي بين زبدة والسمن. اذا تحبي. او سمن لوحده وزبدة لوحده. او تخلط الزيت. يا مع السمن يا مع الزبدة. بس مو واحد وزيت. آآ وهنا قلبت المكونات بعد ما اضفت السمن. الكمية السمن يا بنات ما هي كثيرة. وتشوفوها كثيرة لا. لانه الدقيق هستخدم ثلاث كاسات. وطبعا ما في موية. استخدمت هذا السمن انا سمن المراعي. من افضل الانواع اللي استخدمها انا. يا مراعي. يا فار. مرة حلو في الحلويات. حتى في الانواع الرزة الكبسات احب يعني لو نكون كبسة. استخدم مع السمن. ما استخدم زيت زيتون. آآ حطيت هنا ثلاثة كاسات آآ دقيق. نخلتهم زي ما شفتوا. وملعقة صغيرة بكن بودر صغيرة. اللي هي ملعقة الشاهي. طيب لاني ما ابغى ينتفخ سي الكيكة. لا. حلو لما نيجي آآ يعني قوامه كذا آآ نحيف مو منتفخ. آآ وبعدين خلاص آآ اقلب. مو اعجن يا بنات. العجينة المبروشة او اي عجينة باي عموما. اللي بنفس الطريقة هذي. لا تعجيني او لا تبالغي في العجن. يعني لا تحطيها في العجانة وتعجن تعجن. لا. آآ عشان ما تنشف. زي كذا تقليب. وحت انعجن معاكي. شايفها? ما استخدمت عجانة ابدا انا. ولا يدي. بالآآ الملعقة هذي السيليكون. شايفين خلاص اقلب. الان تجتمع كل هالمكونات. وخلاص هتكون معاكي عجينة. لان اعتمدنا في العجن على السمن فقط. شايفين هذا النتيجة طبعا ما تخمر على طول اشتغل فيها. بس هاخذ ربعها زي كذا. واحطها في كيس. وادخلها الفريزة تجمد. عشان اقدر ابشرها على الوجه. زي كذا حطيت الجزء هذا زي ما شفته ودخلها الفريزة. طبعا يا بنات انا مشغل الفرن على حرارة مية وثمانين. زي الكيك اتعاملي مع درجة الحرارة. حلاص اخدت الصينية البايريكس. انا عندي هذا المقاس الكبير. لاني ابغاها تكون آآ نحيفة. اذا تحبيها متينة يعني كل واحد ورغبته صغر الصينية. بس انا حاب انها تكون آآ سخيفة كذا لما نقطعها ما بغاها مرتفعة. خلاص فرضت العجينة طبعا ما ادهن الصينية ولا شيء كفاية ما شاء الله كمية السمن اللي في العجين ما هتلصق. آآ انا هستخدم التمر المعجون هذا. الافضل انك تحطيه في الثلاجة من قبل عشان يكون سهل تقطعيه بالسكينة. انا هنا كان برا فتغلبت في فرده حتى ما قدرت احطه يعني ممكن في كيس آآ بطبقتين كذا وتفرديه لكن ما نفرد لانه مرة لين. فا وما قدرت اخلي العجينة حفت انها تخمر فالطول بدأت اشتغل بالتمر. حطيت في يدي شوية سمنة واخذ قطعة قطعة كذا افردها واحطها. ممكن يا بنات آآ تستبدل التمر بمربة مرة يطلع لذيذ. آآ مربة مشمش مربة تين مربة فراول اللي تحبي اي نوع مربة. على طول يعني تخرجي من العلبة وتفردي بدل آآ التمر. التمر اذا تحبي تضيفي له منكهات براحتك. آآ جزد الطيب بهار المعمول هيل قرفة بس انا اكتفيت بنكهة الفانيليا اللي في العجين ما حبيت يعني نكهة ثانية تطغى. زي كذا شايفين ابشر بما انها في الفريزة فبسرعة حتمبشر معي كانك تبشر جبنة. بسرعة حتمبشر. في ناس ممكن يعني ما يبشروها يفتتوها بيدهم بس انا افضل كذا عشان تجي القطع صغيرة. اليد ممكن تجي القطع اكبر يعني بالآ كذا بالمبشرة لا تجي حلوة قطعها. زي ما انتم شايفين خلاص اتغطت الصينية كلها بالآ العجينة. دخلت هالفرن بعد ما حمرت من تحت ولعت عليها من فوق واخذت لون حلو. وهذه النتيجة ما شاء الله ريحة البيت. ريحة الزبدة السمنة مع الفانيليا مر ما يعطيها ريحة حلوة. ريحة الخبز عموما دايما في البيت حلوة. دائما سواء حلويات او موالح تعطي ريحة حلوة في البيت. قطعتها بهذا الحجم. حطيتها في صحنة تقديم ومع قهوة ولا الاذ. شايفين ما شاء الله كيف لونها من تحت. وهذا القوام اللي اقول لكم اوه السخف اللي اقول لكم كذا يكون سخيفة بالنسبة لي انا آآ الاذ يعني احب هذا كذا. طيب دحين باكلمكم عن آآ تجربتي مع فرزنة الحنة. هي جات بالصدفة فرزنة الحنة. هذا البراد من الضحايا غسالة الصحون. اول ما اجبت غسالة الصحون دخلت في هذا البراد وانعدم. فصيرت اخلي لي المنقوع اللي اعجم به الحنة اللي هو الكركدي. وطبعا انا عندي فيديو كامل تكلمت فيه عن الحنة وعن الوسمة وطريقتي بالتفصيل. آآ اثبت لكم هو ان شاء الله في التعليق. طيب آآ كيف جات فكرة اني افرزن. انا سرحة والله ما ادري هل هي تتفرزن هو صح هو غلط يعني بس كيف جات الفكرة. انا دائما لما اهجن حنة آآ اسأل بنتي احسب حسابك عشان الكمية ازود او لا. فآآ قالت لي ايوا احسب حسابي. زودت الكمية قليتها لي آآ اثنين يعني شخصين لي اولها. مع الجامعة آآ ما ما لقيت وقت. كل يوم تقول بكرة دخلتها الثلاجة بعد كذا خفت. رجعت حطيتها في العلبة ودخلتها الفريزة. قلت يعني حرام تخرب. خفت انها تخرب. آآ بتحت تقعد في الثلاجة وهتخرب. آآ وصراحة متعوب عليها يعني. فحطيتها في علبة في الفريزة. والمرة الثانية لما جيت اتحنى آآ خرجتها قلت يلا يعني يا صابت يا خابت يا انها صابغت شيباتي يا انها خربانة لكن ما شاء الله زي الفل. هنا اوريكم يا بنات لما بعد ما تخمر الحنة لانه جاني كثير اسئلة عليه. يقولوا كيف تضيفي زيت. انا اضيف ملعقة عسل. العسل يعطي الشعر لمعه. واضيف زيت. زيت اللي تستخدمي. اي زيت. زيت متعودة عليه. زيت جوزة الهين. زيت اللي متعود عليه. اضيف كمان زي ملعقة او ملعقتين حسب الكمية. قالوا كيف تضيفي زيت ما يمسك اللون ابدا. انا ليه سنين على هذه الطريقة. بعد ما تخمر انا اضيفي الزيت. قبل ما تخمر ما اعرف ممكن ما يمسك لكن بعد ما تخمر ما شاء الله يعني اللون يعني ما شاء الله تبارك الله لون غامق يعطيني في شعري. مع انه في شيب لكن يعطي لون غامق لاني اضيف هذه الاشياء بعد ما تخمر. اه خلاص زي ما انتو شايفين احطها زي كده في علب. وادخلها الفريزة. اه قبل ما اتحنى. يعني من الليل انا مثلا في نيتي بكرة اتحنى. من الليل اخرجها قبل ما انام برا. وثاني يوم ما شاء الله القاها مفكوكة ودافية وحلوة ما شاء الله. وزي الفل ما شاء الله تبارك الله. يعني عادة انا كل ثلاثة اسابيع كل شهر اتحنى. واح احط الوسمة. اه بس صراحة نتيجة جدا ارتحت. صرت لا صرت الان بقصد اني اعجن. احط لي صراحة اسهل من اني كل مرة اه يعني اعبي الخلطة او اغلي ومدري ايش الام كونات هذي. فحسيت ان الاشي هذا اسهل لي. فصرت اكرره. بس حبيت اقول لكم تجربتي. لان في ناس ما شاء الله انا عارف انهم اه على طول يحنوا شعورهم. فممكن هذه الطريقة تسهل عليك الموضوع. و اه كذا يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون افدتكم بشيء بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة